بسم الله الرحمن الرحيم قبل ما نبدأ بقى في الطبق بتاعنا النهاردة هندردل بس كده يعني مرادعة خفيثة عن اي هي وظائف اسويتش فهندردش عن اي هي وظائف اسويتش انا الوظيفة من وظائف اسويتش اللي هي ماك ادرس ليرنج قلناها كذا مرة وطبقناها عملي كمراكعة كده بسرعة سريع لو انا عنتي اسويتش كنك تدعلي اكتر من بسي فاي بسي فيهم بيبعد سي مسلا بكهاز ايه بي سي دي وكل بورت من دول كنا قلنا ان لي اس سي مسلا فاستي زور افر وان فاستي زور افر تو اي كاس كمبيتر بيبعد الديفولت بهيفير بتاع سويتش انه بيعمل ايه اول فريم يعملها فلاوت وبعد كده ياخد القيمة دي يحطها هو مين الماك ادرس تيبل وبعد كده بقيت ملايين الفريمز كلها يبعدها فرنسوش تلتو بسي نيشون دارك بناء على ان هو كان بيبص جوه المعلومات التي تحطت جوه الماك ادرس تيبلت او اعاملها بقيت تمام؟ دي اول وظيفة من وظيفة سويتش ان هو بيبعد بيبني الماك ادرس تيبل تاني وظيفة من وظيفة سويتش فورورد تيسيشون فورورد تيسيشن فورورد تيسيشن يعني ايه فورورد تيسيشن؟ يعني بياخد قرار ان كان هيعمل فورورد دي باتا ولا يعمل لها دروب تعالوا ناخد مثلا سيناريو زي ده كده هافترض ان ده hub connected عليه اكذا ده hub وده switch تمام ده case A ده case B وهافترض ان الport ده F0 over 1 وهافترض كمان ان case A كان عايزي بعد data للB طبعا احنا عارفين ان ال behavior بتاع الhub دايما انه بيعمل ايه slot على مستوى كل الinterfaces ففيه copy middata هتوصل لل switch وفيه copy middata هتوصل لجهاز الB switch بقى هيدوص جوه MAC address table بتاعه هيكتشف ساعتها ان F0 over او نكتب الماك الاول ان الماك بتاع ايه كنكتد على F0 over 1 والماك بتاع بيه هو كمان كنكتد على F0 over 1 اذا هو ينفع في الماك address table اتنين ماك مختلفين يكون كنكتد على نفس الport سينفع داي اتنين ماك مختلفين يسهروا ايه كنكتد على نفس الport العكس لا لان كمان شوية اذن الله هنشوف ان العكس مش ينفع مش ينفع اساسا نفس الماك يبقى كنكتد على اتنين بport مختلفين باي منطق كده ازاي اصلا الكابل هيطلع من ال bc ما هو نفس الماك يطلع من ال bc يدخل على switch على اتنين بport مختلفين صح؟ يبقى السيناريو ده ينفع يسارة العكس مش ينفع طيب يبقى معنى كده انك هذه الايه اول ما يكون عايزي بقى data لل b switch هيبص جول ماك address table هيلاقي ان الماك بتاع source والdestination اللي اتنين connected على نفس الport فيقوم عامل drop للdata دي يعمل ايه؟ drop للdata دي تمام؟ طب ليه بيعمل لها drop؟ قالك بكل بساطة لان ال hub already كده كده بعد copy من data لل b لان لو كان switch استغبع وبعد هو كمان data لل b معنى كده ان ال b هيوصل له اكتر من copy من ال data في السيناريو ده اتنين كوبي من ال data والصح دايما ان جهاز ال bc بيستدم copy واحدة من ال data اساسا لانه كده كده لو استلم duplicate هو بنفسه هبدأ ان هو يعمل drop صح؟ يبقى تاني switch اول ما يلاقي ان source والdestination كنكتد على نفس الport بيعمل ايه؟ drop للdata اللي بيستدمها على الport ده لكن افرض دلوقتي ان انا دلوقتي جهاز ايه عايزي بعد data للc كنكتد على اتنين برط مختلفين يبقى ساعت هيعمل forward للdata واضح يعان ايه؟ switch بياخد قرار ان كان هيعمل forward للdata ولا اعملها drop؟ تمام؟ طيب السيناريو اللي بعدين او الوظيفة اللي بعدين switch بيعمل ايه؟ قالك هي present switching loop طب switching loop ده اصلا ممكن يحصل انتك call the point redundant to volition لمسك بقى كلمة كلمة switch وظيفته انه هو بيمنع حاجة اسمها switching loop switching loop ده مع ان الdata تفضل راحة جاية الى ما لا نهاية في الشوكه بتاعتي ما بين السويتشات، فكرينا الrooting loop؟ كنا قولنا ان الrooting loop الdata بتفضل راحة جاية الى ما لا نهاية ما بين الروترس؟ هي مش الى ما لا نهاية ليه بقى؟ لان لو لو قدر الله طبعا استطح ان احنا نمنع الrooting loop لكن لو لو قدر الله حصل عندي الrooting loop كان عندي كلمة اصلا في الهيدر بتاع الابي اساسيسا في layer 3 تمام؟ اسمها TTL فده لو حصل راوتنج loop هو A غلط يحصل بس ها لو حصل TTL هتحل عندي المشكلة المصيبة الكبيرة عندي بقى في switching، المصيبة الكبيرة فين؟ ليه بقى؟ لو لو قدر الله حصل عندي switching loop اساسا الdata تفضل راحة جاية الى ما لا نهاية لان اساسا layer 2 ما فيهاش كمل للTTL فدبتالي اخطر بكتير جدا منين؟ من الrooting loop طيب لو حصل switching loop اساسا انت تعرف ازاي ان حصل switching loop افصل حاجة هتلاقي performance بتاع الشبكة متضمر تمام؟ واللي ادات على switch الbehavior بتاعها غريب تمام؟ وقلنا تاني performance بتاع شبكة ضربة ان اجازة مش عايزة توصل لبعض ولا switchات توصل لبعض الدنيا تعتبر شواء؟ تمام؟ فيه كمان indicator قوي جدا ايه هي؟ انك هتلاقي الprocessor بتاع switch باستمرار 100% تمام؟ المفترض اصلا ان الprocessor بتاع switch يكون 0% واحد اتنين في المائة اكتر من كده لا ليه؟ لان اساسا switch الـ CPU بتاعته يعني المفترض ان مش هي خالص اللي بتبص على data مين اللي بيبص على data؟ اسك ايوه الاسك تمام؟ وبالتالي switch افسه البروستسر المفترض اساسا ان ما فيتش اعني لود عليه تمام؟ فلو لقيت دلوقتي ان حصل عندك switching loop معنا كده ان البروستسر قولنا تاني هتلاقي اللود عليه باستمرار دليم كم؟ 100% تمام؟ تعرف ازاي اساسا البروستسر بتاع البروستسر بتاعك سواء على الروتر او على switch من امر عندي في الـ enable mode شو بروستسر مسافة CPU شو بروستسر مسافة CPU هتلاقي زي ما اتفقنا اللود عليه جدا جدا على البروستسر ده كمان indicator ان حصل عندك switching loop واضح المشاكل دي كلها؟ طيب اصلا هو انت يحصل switching loop تعالوا نشرح سيناريو امتى يحصل switching loop وازاي switch هتبقى وظيفته اصلا ان هو يمنع switching loop تعالى؟ انك switching loop ممكن يحصل في حالة redundancy احنا قلنا بكده كلمة redundancy معناها وفرة more than one pass from source to destination اكتر من وصار من source to destination يعني تعالوا نشوف سيناريو زي ده كده مثلا هافضرب هنا ان انا عندي PC The switch الثاني وعايز اوصل هنا للسيربر 4 ودول connected كده مع بعض ودول connected كده مع بعض الفرة زي انتفعنا ال PC switch 1 switch 2 3 4 وعايز اوصل هنا للسيربر سيربر مهم شوية بالنسبة لي وبالتالي ال PC قدامه اكتر من مصار عشان يوصل للسيربر بحيث تلوقتي ان لو ال data مشي في طريق والطريق ده واقع يبقى في عندي مصار تاني ال data تتمشي فيه يبقى ايه رأيكم انتو والجي اللي قدامكم ده فيه redundancy ولا لا تعالوا نشوف بقى كمية المشاكل اللي هتحصل نتيجة ال redundancy هنا اول مشكلة عندي هافترض ان ال PC بيبقى بعد بروكاست احنا الان بروكاست يعني ايه البروكاست يعني ايه البروكاست يوصل لل switch ال switch اساسا بيعطي البروكاست عادي جدا على مساوك كل الانترفيسي اللي عليه ف ال data هتمشي كده توصلت كده توصل ال switch 3 توصل ال switch 3 هيبعد copy ال server ويبعد copy switch 4 switch 4 يبعدها switch 1 switch 1 يبعدها ده انا مسكت مصار واحد تخيلوا كمان لو مسكت المصار التاني نفس الكلام تمام؟ يعني ما لا كده اساسا ان المصيبة الاولانية في حالة redundancy انه حصل عندي بروكاست ستورو اعصفه من البروكاست اول مصيبة عندي ايه؟ انه حصل ايه؟ بروكاست ستورو دي اول مشكلة عندي تمام؟ تاني المشكلة تعالوا نكتبهم بس كده بسرعة ونشرح واحدة واحدة make address table instability والثالثة multiple frame couples تعالوا نمسك المشكلة اللي بعدين هفطرم تلوقتي ان ال bc عايزة يبعد المرادي Unicast للسرف تمام؟ unicast ايه؟ يعني داتا توصل للسرفر بس تمام؟ وافطرد ان ال port ده F0 over 1 وان ال port ده مثلا F0 over 2 تمام؟ ال bc هيبعد في الاول زي ما اتفقنا الداتا توصل للسويتش السويتش لسه مش قادر ياخد قرار يبعتها ازاي؟ فهيبعد copy من الداتا في الطريق ده ويبعد copy من الداتا من المصار ده تمام؟ يقوم السويتش واخد الداتا من ال port ده يبعتها للسرفر وياخد الداتا من ال port ده يبعتها للسرفر تمام؟ معنى كده ان السرفر وصل له اكتر من كوبين من الداتا دي المشكلة اللي قلنا عليها multiple frame copies دي المشكلة اللي اسمه ايه شغير؟ multiple frame copies تمام؟ طب تعالوا بقى نمسك كمان المك قادر ستيبل اللي موجود على سويتش ثالثة تمام؟ ايه اللي هيسهر فيه؟ قالك دلوقتي هيسهر فيه لو جاتلي frame الاول من خلال F0 over 1 فهيسر ان المك بتاع البسي كنك تدع على F0 over 1 بعدين على طول نفس الفرين جاتلي من خلال F0 over 2 يوم حطت هنا ان المك بتاع البسي كنك تدع على F0 over 2 طب ما انا لسه ايلا ان السيناريو ده مش ينفع مش ينفع ان اصلا نفس المك كسر عندي على سويتش على اثنين بورد مختلفين وبالتالي سويتش لازم يمسح المعلومة دي عشان يقدر يكتب المعلومة اللي تحت دي تمام؟ بعدين على طول انا بتكلم في مكرو ساكن بعدين على طول الفرين اللي بعدين جاتلي من هنا من خلال F0 over 1 يقوم السويتش يعمل ايه؟ ماسح دي عشان يقدر ان هو يكتب المعلومة بتاعة F0 over 1 هيا هيا جاتلي بعد كده من خلال F0 over 2 يقوم ماسح F0 over 1 عشان يكتب يعني انا بتكلم وقلنا تاني في المكرو ساكن يعني معنى كده ان المك ادر ستيبل بتاعي يلا ان المك ادر ستيبل بتاعي مبقاش ستيبل في عدم في الموضوع في عدم ايه؟ في الموضوع واضحة المشاكل دي كلها تمام؟ يبقى تاني مشاكل الريدانتون تتبالجي كل المشاكل اللي كلمنا عنها دي احلها ازاي بقى؟ هو افضل المشاكل دي كلها كانت بدايتها ايه؟ او بسبق ايه؟ ان فيه اكتر من مصار من السورس اللي تستويش تمام؟ وفي نفس الماك المشاكل فانا هلغي طريق منهم يعني انا لو خليت ده مسلا داوين او تعالى انت كادمن اعمل شوت داوين بالبروك ده بحس ان الديك هتلاقي مصار واحد قدامها تمام؟ ماينفعش ليه؟ افرض ان الطريق داوئع انت كادمن هتيجي بنفسك وتعمل ما شوت داوين؟ ايش موضوع؟ صح؟ انا عايزة شبكة بتاعتي تقوم بسرعة لوحدها تمام؟ علشان كده علشان كده المفترض ان السويتش شغال عليه بروتوكول وده موضوعنا النهاردة بإذن الله البرتوكول داوزرته انه بيهيأ للسورس يعني ان هو اصلا قدامه طريق واحد بس للدستويش تمام؟ طب والطريق التاني الطريق التاني دا بيعتبره ليجيكالي داوين مش ادمنستريبلي داوين الادمن مش هنزل بنفسه تحت البرتو يعمله شاد داوين لكن الطريق دا قلنا تاني السويتشات هتبريه لوجيكالي داوين بحس ان الداتا تمشي فين؟ في مصار واحد بس تمام؟ طب لو المصار دا وقع يبدأ السويتشات دا نفسها تاخد خطوات عشان تأوم البرتوكول التاني دا او الطريق التاني دا لوحده الكلام دا تماتيكي انا كأدمن مش هتدخل تمام؟ وضحت الفكرة؟ طيب ايه بقى هو البرتوكول دا؟ وهو دا موضوعنا النهاردة ان شاء الله وهو بروتوكول اسمه STB Spanning 3 بروتوكول طيب هفترض دلوقتي ان انا عندي تبوليش بالمنظر دا هدي السويتش التاني التالت الرابط او رأيكم فيه كمية ردونطنسي بالحبل ولا لا؟ صح؟ سويتش 1 سويتش 2 سويتش 3 سويتش 4 تمام؟ هفترض ان تلوقتي مثلا ان سويتش 1 عايزي يوصل بسويتش 3 الداتة هتمشي ازاي؟ مثلا كده طب لو واصلا الداتة ممكن تمشي في الطريق دا او ممكن تمشي في الطريق اللي تحت دا او ممكن تمشي كده يبقى في الريدونطنسي ولا لا؟ يبقى كمية المشاكل اللي كلمنا عليها تحصل ولا لا؟ تمام؟ اكتر من كوب يوصل للدستيبول هيبقى مشي الديبول الحواراتي تمام؟ بروتوكول اسمينجتريز زي ما اتفقنا هيعمليه؟ هيهيقل السورس اي سورس عشان يوصل اي بس نشل؟ انه قدامه طريق واحد بس انه قدامه ايه شباب؟ طريق واحد بس تمام؟ فاللزباني يجي تريها انتي اساسا ماشي على مجموعة من الروز نرص الروز كده بس كده في الاول وبعد كده نشرح واحدة واحدة منه اخر الحاجة اخر الحاجة اخر الحاجة تمام؟ فرسة مبليستي هافترض دلوقتي ان السويتش 1 المكان بتاعته واحد تمام؟ هافترض ان السويتش 2 المكان بتاعته اثنينات تلاتات اربعات فرسة مبليستي تمام؟ تعالوا كمان نفترض ان الانترفيس اللي فوق نوحه فست ايسترنت وتظر ايه هي؟ يعني مثلا فست ايسترنت زيره عنوار بزيره على طول فست ايسترنت وتظر يعني تمام؟ وده نفس الكلام فست ايسترنت نفس الكلام فست ايسترنت تمام؟ وافترض ان الاثنين اللي فى النص دول الانترفيس ينوحه جيج ايسترنت نوحهم ايه؟ جيج ايسترنت تمام؟ تعالوا نمسك بقى رول لرول كده هنشرحه بالتفصيل اول رول عندي بتقول وان رود بريتش بر ناتورك الناتورك دي كلها فيها ايه؟ بريتش واحد بس بيلعب وظيفة اسمها رود بريتش ثانية واحدة هو المفترض ان احنا شغلين سويتشينج ولا بريتشينج؟ سويتشينج تمام؟ ومال ايه وان رود بريتش ده كل اللي فيها البروتوكول نستاني يجري اسسم بريتش اديم تمام؟ اتعامل فى الاصل خالص عشان كان يشتغل على البريتش فش احنا كنا قولنا فى كده ان البريتش والسويتش طريق تشغلوهم نسخة تلك الاصل بس الفرق ما بينهم ان واحد شغلك هاردوير واني شغلك هاردوير واني شغلك هاردوير تمام؟ فالبريتش نفس طريقة السويتش بالضبط تمام؟ فاقولنا تانى البروتوكول ده فى الاصل خالص كان معمول عشان مين؟ بالضبط بالضبط عشان البروتش فكون دلوقت ان انا اقولك وان رود بريتش شنها واعتبر كأن انا قلت ايه؟ وان رود سويتش واضحة كده يبقى تانى على مستوى النتورك دي بالكامل فى سويتش واحد بس هو اللى بيلعب وظيفة ايه؟ الرود سويتش مين هو؟ فى البداية خالص او المسطلح جس كلها تشتغل مع بعض هبدأ يتخنقوا انا الرود لأنا الرود لأنا الرود ازاي؟ عن طريق ان هما بيبعثوا البعد هلو بيبعثوا البعد ايه شغيل؟ هلو بس فى حاجة مصطلح هلو ده اساسا يعتبر مصطلح جديد شوية حاولوا ان هما يعمموه على كل البروتوكولات يعني مثلا برتوكول زى مثلا الاساس وبروتوكول زى ايه اشياء اربية؟ المسجى اللى بتتباعد فى البداية اسمها هلو تمام؟ فيعتبر مصطلح جديد حاولوا ان هما يعمموه اساسا على مصطلح كل البروتوكولات لكن ثم كل برتوكول كان له اسامي المسجز او الباكيت الخاصة ديه تمام؟ فبالنسبة لبروتوكول اللى اسامي جكري الهلو اللى بتتباعد فى الاول دي كانوا مسميه ايه بي بي ديو بريتش بروتوكول ده ثالت اسمائها ايه؟ يبقى البي بي ديو ما هي في الاول وفي الاخر الا ايه هالو بتتبعت ما بين السويتش هالو بتتبعت ايه ما بين السويتش واضح لغة تبعت ايه تمام البي بي ديو دي بقى بتتعبار عن ايه قالك بتتكون عندي من تمانية بايت متقسمين كالتالي اتنين بايت لحاجة اسمها بريورتي بريورتي تمام والستة بايت الباقيين للميك ماو الميك اساسا 48 بايت بقسم على تمانية فعلا هي ديني اصلا ستة بايت تمام نمسك حاجة حاجة باع الريورتي ده رقم اساسا من زير وغايت اربعة وستين الف وشوية تمام الديفولت بتاعي اتنين وثلاثين الف سبعة ستة تمانية الديفولت كام اتنين وثلاثين الف سبعة ستة تمامية تمام طيب الميك السويتش بالكامل بيبقى عليه ميك ستاندرد ثلاثينわ التانين السويتش siebie تمام الكامل اعطان الشباب السويتش اللي ليه ماج اقل السويتش اللي ليه ايه ماج اقل ده بقى شور هيكسر طال تمام يبقى في التجولجي اللي قدامكم ده مين هو اساسا اللي هيبقى روب سويتشي بتاعي سويتش 1 ده اللي هيبقى روب سويتش تمام ليه الماكات بتاعته حاية طب لو هنتكلم بقى على حاجة حقيقة في برودوكشن حقيقة لانا اكيد طبعا الماكات مش هتبقى حاية اتنينات تمام طيب هفترض ان انا عندي 2 سويتشي السويتشي الاولاني الماك بتاعه بالمنظر ده وبعد كده هتفر سويتشي تاني الماك بتاعه بالمنظر ده وبعد كده هتفر هو اول حاجة خالص بيبص عليها اللي هيستسجنس كانت بت اللي هو المقصود بيها اقصى قيمة من عند الشمال هنا حصل طاي القيمة اللي بعديها حصل طاي القيمة اللي بعديها مش حصل طاي يبقى اللي فوق ده هو ده مين الروت ده اللي هي ليه ماج اقل وبتل ده هيبقى الروت تمام ستبقى بحال اسمها Designated Forward حال اسمها ايه ؟ Designated Forward ديزيجنيتد معناها منتخب Forward معناها ان الداتا ينفع ان هي تعدي من الدورت ايه تمام ؟ بغض المعطي اول رود طيب الرود ايه 1 رود فورت بير نون رود سويتش لما يكون سويتش 1 ده الرود سويتش بتاعي سويتش 1 هو الرود يبقى سويتش 2 و 3 و 4 دول نون رود سويتش دول عبارة عن ايه شابال ؟ نون رود سويتش تمام ؟ فبيقولك ان على مستوى كل نون رود سويتش يعني مثلا سويتش 2 في بورت واحد عليه بس هو اللي بلعب وظيفة اسمها Root Port فرق ما بين Root Switch وفرق ما بين Root Port تاني One Root Port بير نون رود سويتش كل نون رود سويتش هيبقى عليه بورت واحد بس هونين Root Port طب يا ترى انه واحد فيهم تمام ؟ طيب جات من نظامة IEEE جات على مستوى كل نوع من انواع الانترفيسيز وحطت له كيمة كده اسمها COST حطت كيمة اسمها ايه شابال ؟ موطceed موططuly تمام ؟ د生موطه ملق الكيام دي ملق الكيام خلص ما بقناش بنستخدها دي الالد لان ما كانش بيقدر ان هو يدفرنشيت مش بيقدر ان هو يفرق ما بين الجيك وما بين التين جيك عشان كده بطل ويشتغل عنها دي الكيام اللي بنشتغل عليها دلوقتي بناءنا ايه بقى اطبقه ازاي عالتوبونجي بتاعي سويتش 1 ساعدان وحوالة ساعدان ساعدان الساعدان انه الحلو انبه الفتopp من الحلو حان حان او بني ديو من البرت ده الكست بتاعها بزيرو. الكست بتاعها ايه؟ بزيرو. دي البداية خالص. تدخل عالسويتش اللي قصاده. تمام؟ الكست بتاعها هيزيد بناء على نوع البرت. بمعنى. نوع البرت ايه؟ فست اسرمت. الفست اسرمت الكست بتاعه كام؟ 19. يقوم ساعتها سويتش اتنين جاي مع قمتة 19 دي على زيرو اللي جزره. يبقى معنى كده ان الكست هنا كام؟ على مستوى البرت ده؟ 19. طب تعالوا نعملها على مستوى البرت ده مسلا لو حد مش فيما هنا. سويتش وان عشان يوصل لسويتش اتنين من خلال البرت ده. دايما بحسبها ابتداء من الروت سويتش. دايما بحسبها ابتداء من مين؟ الروت سويتش. لو طلعت كده هدفع كام؟ زيرو. تمام؟ في البداية خالص الانيشيال بتاع زيرو. يدخل عالبرت ده. البرت ده مع ايه؟ فست اسرمت. يبقى سويتشي الاربعة. يجمع كام عالزيرو؟ 19. ويطلع الداتا من البرت ده. الداتا وهي طلع من عندي مش بيزود عليها قيمة. هو بيزودها ايه؟ فين؟ في الان الداتا عندي هتطلع بي هنا بكونة كوست كام؟ 19. تدخل عالبرت ده. نوع البرت ده ايه؟ جيج. الجيج هزود اربعة. الجيج عندي الكوست بتاعه كام؟ اربعة. يقوم زود اربعة بلاس 19. تمام؟ طيب تعلي نفسك البرت ده. عشان اصلا الروت سويتش يوصل للبرت ده. ممكن من الناحية دي الطريق ده. وممكن من تحت. تمام؟ خلينا مسلا نماشين في الطريق ده. لو مشيك كده هدفع كام؟ زيرو. ادخل على كده يبقى كام؟ اربعة. اطلع من هنا. اربعة. ادخل على ده. اربعة بلاس 19. يبقى معنا كده ان سويتشي اتنين عليه ثلاثة برد. تمام؟ واحد الكوست بتاعه 19. واللاثنين التانين الكوست بتاعهم 23. يبقى ساعتها. مين هو الروت برد؟ اللي ليه كوست اقل. اللي ليه ايه؟ كوست اقل. يبقى مين هو بحالتي؟ البرت ده. تمام؟ يبقى تعالوا النضبتي بس كده شوية. يبقى ساعتها اقولنا تاني. الروت برد هو ده. وبيبقى في حالة الفرد. بيبقى حالة مين؟ الفرد. اللي ليه مش فهمها على سويتشي اتنين تعالوا نعملها على سويتش تالية. هقلع لكم بطريقة اسهل. بس الطريقة الاصلية هي اللي انا قلتها دي. تمام؟ هقلع لكم بطريقة اسهل. احسبها من اول سويتش تالية عشان اوصل للروت. لو مشيت كده هدفع كام؟ دلوقتي النوع البرت ده ايه؟ بس اسرنت يبقى تفع 19. وانا هطلع كده. نوع البرت ده ايه؟ 19. يبقى 19. بلس. 19. دايما بحسبها عشان اوصل للروت. تمام؟ طب لو مشيت كده. نوع الانترفيز ده ايه؟ ديك يبقى هدفع 4. طب لو مشيت كده؟ 19. ايوة ادي 19. بلس اطلع من هنا كمان. 19. يبقى مين الاقل؟ نعم. يبقى هو ده؟ الروت. تمام؟ دي طريقة بنبصر بها الدنيا بس. انما الاصل هو اللي انا قلتها لكم. ليه؟ لان ممكن قوي قوي عشان ما اطلق بها. يكون اصلا البرت مسلا بالنسبة للسويتش ده. فاس تقصر مت لكن كنك تتين على جيج. صح؟ فدايما بتحسبها ايه؟ بترقى الاصلية اللي انا قلت لكم عليها. بطلع الاول ببيديو الكست بتاعها زيرو. وبعد كده على مستوى الانترفيز اللي انا دخلة منه. ده بيزود على حسب كونت الكست بتاع الانترفيز اللي انا دخلة ليه. موضحك يا مصطفى؟ تمام؟ ممكن. هنشوفها. يبقى ساعاتها على مستوى السويتش 3. مين هو الروت؟ اول برض له. صح؟ طيب. بالنسبة للسويتش 4. لو مشي كده عشان اوصل لروت السويتش هاتفع كم؟ 19. 19. طب لو مشي كده؟ 4 و 19. طب لو مشي كده؟ 19 و 4. يبقى مين الاقل؟ هو ده. صح؟ يبقى هو ده الروت في حالة الفروت. الروت في حالة ايه؟ الفروت. يبقى الروت اللي التانية بتقول لي على مستوى كل منروت السويتش. فيه بورت واحد بس بيلعب بوظيفة ايه؟ روت بورت. وضحت كده؟ طيب. الرول اللي بعديها. one designated port bear segment. يعني ايه؟ السيجمانت المقصود بها السلكة. كل سلكة من دول كده بنسميها سيجمانت. فدي عليها تسيجمانت اهي؟ دي علىها تسيجمانت. دي علىها تسيجمانت. دي علىها تسيجمانت. دي علىها تسيجمانت. كل سلكة لاتر طرف واحد بس من الطرفين بطوحها يكون بيلعب وظيفة التسيجمانت. تمام؟ يبقى كده مقصة ناقص لي دي ودي ودي. دول اللي مشيت حسب ليهم. نمسكهم بقى واحدة واحدة. نمسك مثلا دي الاولي. السلكة دي. الطرف ده كونقدت بين؟ سويتش اتنين. سويتش اتنين كان دافع كامع عشان يوصل لروب سويتش. 19. البط ده كونقدت بين؟ سويتش ثلاث. سويتش ثلاث. كان دافع كامع عشان يوصل لروب سويتش. 4. يبقى مين الاقل؟ اللي تحت. اللي كنت تسيجمانت. البرت ممن كنكتب بسويش الاتا ويبقى هو ده ده ديزيج نييت في حالة الفرق البرت ده ده كنكتب بمين? سويش 3؟ سويش الاتا كان دايذة 4 البرت ده كنكتب بسويش؟ 4، سويش 4 كان دايذة 19 اوتشار مين الاقل? يبقى اهوه ده الدزبنيته في حالة الفرج. الدزبنيته في حالة مين الفرج طيب البرت ده او سيجمانت دي ylboort ده connected بالسويتش? مين. سويتش اتنين كان داي سعى? الساعة. البرت ده connected بالسويتش? السويتش اربعة كان داي سعى؟ ساعة. حصل يا مصطفى? طيب. طيب. ساعاتها مني اللي يكسر الطيب؟ البورت اللي connected بالسويتش اللي ليه priority اقل. تمام ? مون انه اساعت اتقل اتقل ايجا مون انه لدي اقل هي اتقل انه توقف ان الماكات فورس سيمبلاستي بس يا صورة الماكات هنا واحد اتنينية التلاتات اربعة اه اربعة لاربعة الاتنين هو اتنينية اقل اتنينية اقل اي محط ودد زجنية الفورورد بعمل تمام اي مشكل غلطي طيب رونة اللي بعديها بلوك والأزرس يبقى انا عندي ادي بلوك ادي بلوك 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 يبقى انا عندي دلوقتي كم بلوك قدامكم تلاتة تمام؟ جم منين عشان نتاكد من شغلنا صح ولا لا عدد البلوك انترفيسيز هو التوبونج اللي قدامكم دا فيه كم سيجمنت سلكة؟ ستة ستة عدد السويتشات كم؟ اربعة اربعة واحد لو حسبتوا الحزبة دي فعلا هتلع لكم كم؟ تلاتة تمام؟ طيب قدامكم دقيقة كده بصوا في التوبونج اللي قدامكم دقيقة اي سورس عايز يروح لأي destinition قدامكم كم سوف؟ واحد صح؟ مسلا سويتش وان عايز يوصل للسويتش مالك تمام؟ اي داتة هتمشي ازاي؟ كده؟ طب لو حالة اي داتة هتمشي كده؟ بلوك فش طب لو حالة اي داتة هتمشي متحت؟ بلوك طب سامبوكسات كده؟ بلوك اي سورس عايز يروح لأي destination؟ هتلاقي دايما انه قدامه طريق واحد بس يعني انا كده حليت كل المشاكل اللي كلمنا عنها النهاردة في اول اليوم ولا لا؟ صح؟ وخدوا بالكم من حاجة الـ بلوك إنترفيسيز دي تمام؟ انا مش عاملان هشاندان دا اصلا لاجيتا ليدوى على طريق بروتوكول سانينجتري بمعنى لو انا عمتي القبلين كده وقع سانينجتري هيمتد يشتغل تاني مع نفسه بواحده كده بحيث ان هو يختار طريق تاني يمشي في بيتها ايه رأيكم؟ تمام؟ طيب نقفها هنا كده شوية لو تاخدوا بالكم أغلب الترافيك أساساً بيعطي عن طريق الروت سويتش ومش دايماً بس أغلب الترافيك تمام؟ بمعنى سويتش 3 عايز يروح للسويتش 2 إلدات هتمشي ازاي؟ لو كيه يمشي دايرك تجادة بلوك ومال إلدات هتمشي ازاي؟ صح؟ طيب مثلاً سويتش 3 عايز يوصل للسويتش 4 إلدات هتمشي ازاي؟ من الانترفيس اللي لوحه في الورد علشان كده يهميني ان الروت سويتش اساساً يكون في المنطقة بتاعة الكور يهميني انه يكون في مطقة اتنين؟ ساكرين اصلاً التلاتة لير اللي كلمنا عنها الكور والاكسس طيب يهميني يقولنا تاني ان الروت سويتش يكون في مطقة الكور ليه؟ شبكة زي شبكة الجامعة لو انا دلوقتي سيبت سويتش تنتخذ مين هو الروت سويتش وانتخبوا بناءاً على قمت الماك الأقل واختاروا مثلاً سويتش موجود في هندسة يبقى اي كلية عايزة اتروح لأي كلية تانية هتعدي على السويتش ده؟ ده منطقي؟ لا فالصح دايماً مش كده كده كل كلية تكون نكتد عن طريق المنطقة اصلاً اللي قلنا عليها منطقة الكور اللي في الراست جامعة؟ يبقى يهميني اصلاً ان الروت سويتش يكون فين؟ في منطقة الكور وعشان كده بساسكو دادتني امكانية ان انا نلعب في البرورتي دادتني امكانية ان انا لعب فين؟ سبحيث الوقت اساساً لو انتخبواğer سويتش ثاناتهم مثلاً هضطر لي انهم انتخبوا سويتش ثاناتهم وهو ده الروت لا انا كده بИد ي أهو ممكن ايجي على سويتش 1 أقلل عليكم التلبورتي عشان هو يبقى الروت وبالمناسبة الروت السويتش هنا مجرد ان انا بيادي اجى عليه مثلا اقللي بالبورتي اي سويتش يعني يصيبهاczneهن هو يبقى الروت اللي استهلهيهleri مثلا على طنس في لاحظتها بيبقى هو الروت مش تهلي بروتوكول الله ايه لازم واقع دي ار والبيدي ار والحوارات الطويلة دي لا تاني مجرد اساسا ما انا جيت على سويتش تمام وقبل التعليم بريارتي حرفيا على طول هو بيبقى الروت تمام كده حاجة كمان ليه استاذتكو بست على القيم الاقلي يعني مثلا على سبيل المثال قمت الماكي الاقلي ليه مش بست على الماكي الاعلى صح؟ طيب انا لسه قيلة لو انا عندي دلوقتي الشبكة دي يكون زرجت وتمامه زي الفول مجرد ما يتوصل على سويتش يكون يستهد اكتر هيبقى الروت سواء بناءا على كمت البريارتي او بناءا على قيمة الماك تمام؟ اغلى بالصاني ان سويتكو لما تبدأ ان يتصنع سويتشات جديدة هتصنع السويتشات الجديدة دي الماك بتاعه هيبقى قمته اعلى ولا اعلى؟ اعلى اعلى صح؟ فلو كانوا بيبصوا بالوقتي على الماك الاعلى انت رحت اشتريت سويتش جديد ليه ماك اكيد اعلى من الماكاتل اللي عندك في الشركة بتاعتك صح؟ مجرد ما وصلتوا في التوبالجي بقى هو مين؟ الروت فين اللي استبقتي؟ انا عاية الشبكة بتاعتي تبقى converted and stable على قد ما اقدر وعشان كده قلنا تاني هما بيبصوا على مين؟ الماك الاقل مش الماك الاعلى وضحت كده؟ طيب هنت يا كمين ده forward وده forward ليه ده اسمه designated وليه ده اسمه root؟ مال لتنين فروت؟ صح؟ قلت في البداية خالص قلنا ان الستويتشيات دي بدقوا يتخلقوا مع بعض انا الروت لانا الروت وبالتالي كلهم بيبعتوا hello اول ما خلص الدنيا بقت ستيبل وعرفوا مين هو الروت اللي هو في حالة switch1 على طول هو لوحده وبعد كده اللي هيبعت hello بيبعتها كل NDE كل سنتين بيبعتها كل ادي يا شباب؟ كل سنتين كل سنتين يبقى root switchي بس هو اللي بيبعت hello تمام؟ توصل الهلو بسويتش اصلا او تطلع اصلا الهلو من الانترفيسي اللي نوحها designate تطلع منين؟ من الانترفيسي اللي نوحها designate يقول السويتش اللي قصاده يستلم الهلو على البداية اللي هو root يبقى ال designate دي اللي بتطلع منها الهلو و root دي اللي بستلم من عليها الهلو سويتش اتنين هو مش هي generate hello لكن الهلو اللي هتجيله هيعمل لها forward هيعديها باس ليها تمام؟ يبقى اي هلو بتجيله بيعمل لها ايه؟ بيعديها ممكن من الانترفيسي اللي نوحها designate تمام؟ لو كان السويتش اللي قصاده مثلا هيستلم الهلو يبقى هيستلمها على البداية اللي هو root تمام؟ يبقى designate دي اللي هو ايه؟ اللي بيبعت عليه الهلو انما الroot دي اللي بيستلم عليه الهلو والroot switchي بس هو اللي بيبعت له كل؟ استنيتين ابتوسستويت هتدقى مني في ايه حاجة؟ تمام؟ طيب اتبونيش اللي بعدي؟ هافطرت دلوقتي ان نقول انترفيسي دي gig ethernet gig ethernet gig ودول fast ethernet وهنا برضو fast ethernet نفس الroize تمام؟ ورقة او قالم هوقف الزيديو خمس دقائق تحضوها ويتنقشيها يلا انا شغلت الفيديو انا شغلت الفيديو يلا بسم الله الرحمن الرحيم طيب اغلبكم حلتوها صح؟ switch one الانترفيسي اللي عليه كلها هتبقى designated على اساس ان انا اخترت ان switch one هو اللي ليه مكاقل؟ يبقى designated 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 تمام؟ طب بالنسبة ل switch 2 لو مشيت كده هدفع كم؟ 4 لو مشيت تحت هنا؟ 19 ربعة لو مشيت من تحت هنا؟ 19 ربعة و 19 ربقى هو ده؟ اقل واحد يبقى ده الroize تمام؟ طيب switch 3 لو مشيت كده هدفع كم؟ 4 ربعة و 8 لو مشيت كده؟ 19 ربعة 19 ربعة يبقى مين الال؟ 8 يبقى هو ده؟ الroize طب بالنسبة ل switch 4 switch 4 لو مشيت كده؟ 4 كده؟ 19 ربعة كده؟ 19 ربعة و 19 ربعة او حتى لفوق 19 ربعة و 4 يبقى ده برضو الال يبقى هو ده؟ الroize تمام؟ الroize اللي بعدها كل سلكة هيبقى لازجنيتد ده عليه الزجنيتد ده الزجنيتد ده الزجنيتد نقص لي الثلاث اسلاك الثلاثة السيجمنت دول نفسك السلكة دي ده الroize يبقى كده اللقصاته بزجنيتد نظر حتى ما ده حسب لان احنا متفقين ان كل سلكة اللي لازم طرف بها يكون بزجنيتد طب انسوكودي السلكة اللي تحت دي دي connected by switch 3 كان دافع؟ 8 صح؟ مش كان اصلا عشان يوصل بروق بسويتش كان دافع تمامية؟ طيب والبرتة ده كنتكتل بسويتش 4 سويتش 4 كان دافع؟ 4 يبقى هو ده الاقل يبقى هو ده الroize طب السلكة اللي في النص حصل فيها توي بالنسبة لcompto cost الroize حصل في توي من الroize زي ما اتفقنا؟ الroize تمام؟ يبقى ساعتها بطرف ده هو الroize يبقى يبقى عندي بلوك بلوك فاضل كده بلوك اهو تلاتة بلوك ولا حد كده؟ ايه؟ عميت كده؟ طب مش هور تاني؟ ليه؟ ليش؟ تمام؟ ها؟ معي؟ طب عندكم ايه؟ اهو تمام طيب بصوا بصوا خلاصة بصوا كده في التباليش ده انا عاملها ليه؟ كان فيه ناس تقول لي ان كل الroize بيعادي عن طريق الroize او ان الroize الroize اللي هو الroize تمام؟ لا بمعنى ان الroize الroize وانا عن طريق البرطية مش شرطة يبقى الroize الroize هو ده؟ اوعد بصنها بالانترفيز الroize الroize دايما احسبها بايه؟ بقيم الcoast دايما احسبها بايه؟ بقيم الcoast طب هنا switch اتنين و switch اتلاتة عايزيني يوصلوا لبعض هيمشي لبعض الroize لانه لو حاول ان هو يمشي من خلال الroize وده بلوك فوشو فهي قولنا تاني اخر لابد الroize وعنطرق الroize لكن مش مصط يكون كل الroize على حسب الroize اللي احنا مشين عليها واضحة تبلش ده؟ طيب اللي بعدين هافترض ان انا عندي two switches three two three switch one switch two switch three هافترض ان اده fast zero over one fast zero over two fast zero over five fast zero over four والاثنين اللي تحت دول برضو fast zero over five fast zero over five واضحة الroize نفس الroize بالضبط او نفس اللي احنا قلنا عليه ده المات بتاعه يعني واحد اثنينات تلاتات تمام؟ برضو هوقف الفيديو برضو خمس زي احلوها وبردو الاثناء اشياء نعيق خلاص يلا بسم الله عبارة بالنسبة ل switch one كل الinterfaces اللي هتبق عليه نفس الroize صحي كده؟ تمام؟ طب نفسك هو switch two later برضو واحد بس هو root لو مشي كده هتفعت 19 لو مشي كده 19 و19 لو مشي تفوق 19 و19 يبقى الاقل هو ده صح؟ طيب نفسك switch two switch two برضو واحد بس اللي هيبقى root طب لو مشي تحت 19 و19 لكن لو مشي تدريك كده ده 19 لو مشي تفوق خلاص 19 يبقى لي تحت لا يبقى واحد من الاتنين ذوي يبقى حصل هنا toy في القصد لما يحصل toy في القصد مين الي يكصر toy؟ الي طالع منох switch ساعاتها مين الي يكصر toy؟ ايه؟ ايه؟ انت قلت ايه؟ تمام، ساعتها ماذا يكسر الطيب؟ اللي ليه بورت اي ديه اقل اللي ليه ايه؟ بورت طب ما تتقلوا، هتلاقيها غلط بالوقت غلط ما تتصبر، ما تتصبر يا مصطفى اللي ليه بورت ايه؟ اي ديه اقل، بس التركة بقى كلها في الموضوع تمام؟ ان ال بورت اي ديه الاقل مش ليا اللي داونسترين سويتش دا سويتش اللي انا برمي عليها، هتزع عليها لا؟ نا، انا هنبو واحدة بسيجا انا اقلو الوحور تمام، قال لك كده الحمر؟ انا مش هلاكي نفور، هلاكي واحد حاصل تمام؟ يبقى قلنا تاني اللي هو قلنا تاني ما نخبقكم نسيت انا كنت هو قل ايه؟ قلنا تاني اللي ليه بورت اي دي خلاصة اللي ليه بورت اي دي اقل بس قلنا تاني تركة اي دا عنها مادة ان اللي بورت اي دي الاقل مش ليا فرع ما بينTR او صلحين داونسترين و ابسترين داونسترين معانها الرأسورة اللي انا برمي عليها ابسترين سويتش اللي بيرمي عليها انا دلوقتي مين الداونسترين بنزدلي؟ اللي هوSEUT1 مين الاي دي الاقل بنزدله؟ فاس تزير like or one وело فاس تزير like or two فاس تزير like or one فاس تزير like or one ماشي switch اللي من احياتك انت تمام؟ ما علينا ما علينا عشان ما تلقبطوش نفسه مقتنعين دلوقتي نزال root طيب الرولي اللي بعديها على كل سلكة يبقى فيه ماقصت اللي تحت دي البورت ده connected بمين؟ switch 2. switch 2 كان رفع 19 البورت ده connected switch 3 switch 3 رفع 19 يبقى حصل toy اللي connected بالماج الاقل يبقى t designated ويبقى عندي add block وadd block يبقى الاتنين دون هما اللي block عندي كم block هنا؟ اتنين جم منين؟ عندي كم سلكة؟ minus عدد switch 2 ناقص واحد يديني اتنين وضحت كده؟ يبقى التركة وكلها قلنا تانى ال id الاقل لكن مش ليا لمين؟ للي بعدي لمين؟ وقلنا تانى دي كما كنفجرة بقول تقدر ان انت تنزل تحت الانترفيز اصلة وتعدلها وضحت كده؟ تمام ده بالنسبة لمن؟ للتبلج ده طيب بسم الله الرحمن الرحيم هتلاقي على فكرة اغلب السلايز دي قريدي احنا شرحناها يعني ايه مش تتخمف عدد السلايز الكتير يعني ندخل بقى ندخل بقى في الاسباني الجاتري port states تمام؟ ايه لا اساسا الستيس بتاعت حالات الانترفيز في حالة بروتوكول الاسباني الجاتري اول انترفيز عندي بلوكت بلوكت اصلا ده معناه ان البورت عندي يشغل تمام؟ طيب لو انت عندك دلوقتي انترفيز في حالة البلوكت تمام؟ وعايز تحوله في حالة الفورورد بمعنى ايه؟ حاجة زي الديزاين ده ده هفترض ان اللينك اللي فوق وقع فالسويتش اتنين هيبدأ انه هو ياخد قرار اصلا ان شغل البرتوكول طبعا نزل نجيت ري تاني عشان يبدأ ياخد قرار ان البورت ده يتحول من البلوكينج للفورورد يتحول من ايه؟ من البلوكينج للفورورد واضحة الفكرة؟ طيب يبقى ده تاني المقصود بايه؟ بلوكينج وده المقصود بفورورد لو انا عندي انترفيز بلوكينج عايز يتحول للفورورد مش هيروح على طول الفورورد في النوطة ايه؟ سيسكو مرعوبة رعب السنين انه يحصل عند سويتش انجلوب لاني قلتلكم لو حصل سويتش انجلوب مصيبة مبيرة مالهاش حل غير ان انت تراست السويتش على مستوى الشركة بالكامل تمام؟ وطبعا لو لسه المصدر اللي بيجينرت عندي المشاكل دي لسه موجود يبقى برضو كأنك نعملتش حاجة تمام؟ علشان كده قلنا تاني لو انا عندي انترفيز بلوكينج هيتحول للفورورد مش هيتحول في النوطة هيدخل الاول في مرحلة اسمها listening listening دي هيقعد فيها 15 ثانية وفي الحالة دي اصلا في 15 ثانية دول هيلسن على كل البيبيديوز من كل السويتشات اللي حوليه هيلسن على البيبيديوز اللي بيجي لوين السويتشات اللي حوليه بعد كده هيدخل في حالة اسمها learning في learning هيقعد فيها برضو 15 ثانية وفيها اللي هيحصل هيبقى ان هو يتعلم المكات بتاعت كل السويتشات اللي حوليه تمام؟ بعد كده هيدخل في حالة الفورورد يدخل في حالة مين؟ الفورورد يبقى اي انترفيز بلوكينج عشان يتحول عندي للفورورد هيقعد ايه؟ 30 ثانية 15 listening و 15 learning تمام؟ قلنا تاني ليه؟ افرد دلوقتي من البرت اللي فوق ده قلنا تاني لو واقع تمام؟ لو كان اصلا البلوكينج بيتحول للفورورد في نوتاين ده هيتحول لفورد ام جاي للبرت اللي فوق درجة على طول يعني مجرد ما واقع مجرد مقيم تمام؟ على طول في لحظتها switch هيروح بعت data على الاثنين مجرد ما بعت data على الاثنين حصل عندي switch loop عشان كده قلنا تاني سيسكو اي برض في الحالة بتاعت البلوكينج مش بيتحول للفورورد في نوتاين تلاتين سانية تمام؟ طيب بالنسبة للبلوك واللسنينج واللرنينج لون البرت اصلا على switch بيبقى لون الاندر قلنا الاندر اللي هو الورنج المحمر ده بيخضر امتى؟ اول ما يدخل في حالة مين؟ الفورورد سواء في حالة البلوك او اللسنينج او اللرنينج او حالة الفورورد فهو برضو اصلا بيعمل بروسسنج بيعمل بي بيديو يعني البلوكين بيلسن برضو للبي بيديو لفورد دلاتي زي ما اتفقنا ان درت عندي كان فورورد واقع فلازم يكون بيفهم البي بيديو و بيلسنع البي بيديو علشان اساسا يبدأ ان هو ياخد قرار ان هو يتحول الفورورد تمام؟ واللسنينج نفس الكلام واللرنينج نفس الكلام لكن سواء بلوك او لسن او لرنينج او لرنينج بيعمل بروسسنج بيديو لكن مش بيعدي الداتا الداتا بلين مش بتعدي الا اللي هنوصل في مرحلة مين؟ الفورورد وضحت كده؟ طيب دي انا كعبير مش بيعتبرها خالص من حالات الالسنينج ترين ده معناه ان الكابل اصلا مش كنكتب في البورد او البورد حالته او البورد حالته شاداون يبعملوش عنوك انما بلوكينج شغال البورد شغال كل اللي فيها من الالسنينج ترين عمللو لوجيكالي داون واضحة؟ دا يدخلنا بعد ترى الموضوع اللي بعدين اللي هو التايمير تمام؟ البيبيديو تايمير اول تايمير عندي اللي هو الهيلو تايم الهيلو تايم دا الهيلو تبعه كل اد ايه؟ كل سانيتين مين اللي بيبعها؟ الرود سويتش تمام؟ طيب اللي بعدين فورورد ديلي فورورد ديلي المقصود بيه؟ لو انا عندي ببطة اصلا في حالة البلوكينج عشان يقوم في حالة الفورورد هيوعدة ايه؟ تمام؟ ففورورد ديلي الكمة بتاعتها خمستاشر سانية خمستاشر دي معناها خمستاشر listening وخمستاشر learning دا معنى انا مش عندي تايمير اصلا على سويتش يغير الليسنينج الواحده ويغير الليرنينج الواحده تمام؟ وبالتالي افرد ان انا عايزة الانترفيز بتاعيه لما يكون بلوكينج عشرة دي معناها عشرة listening وعشرة learning يبقى تاني كنت الفورورد ديلي المقصود بيها قد ايه listening وقد ايه learning فلو انا خليتها مثلا عشرة يبقى عشرة listening وعشرة learning تمام؟ فالفورد ديلي خمستاشر يبقى انت عارف ان انا خمستاشر مقصود بيها؟ خمستاشر listening وخمستاشر learning واضحة؟ طيب ماهيه ماكسموم ايج دا بقى؟ المفترض ان نروت سويتش وقلنا تاني انه بيبعت اللي له كل سانيتين تمام؟ السويتش اللي قصوده استلم هيلو على الفورد دا مسلا تمام؟ فبيبت انه هو يعمل لها بفرنج يخزنها بيخزنها لفترة الدقيق الماكسموم ايج اللي هي قمتها بادي فورد عشرين سانية تمام؟ هيفرق معايا في ايه المعلومة دي؟ قالك افرد ان روت سويتش ذات نفسه هو اللي واقع المرودي مش فيه تغييرا مثلا نيجو ايه؟ لا دا الروت سويتش هو اللي واقع السويتش اللي قصوده هيبتل محتفظ باخر بيبي ديو استلمها منه لنوضة عشرين سانية وبعد كده ساعتها هيتعمل لها ايجي تايم اول وبالتالي هيعرف ان روت سويتش وقع يبدأوا بعد كده ياخدوا خطوات عشان يقلقتوا ينتخبوا روت سويتش جديد تمام؟ يبقى الماكسموم ايجي معناه البيبي ديو اي سويتش بيستلمها بيفضل مخزنها عنده عمل لها بفرنج قد ايه؟ تمام؟ قبل ما تبقى اكسبارت وبالتالي يعرف ان روت سويتش وقع يعني من الاخر كده بالبلا دي كده لو روت سويتش وقع هننتخب واحد جديد بعد قد ايه؟ من الاخر تمام؟ قلنا دي فوت كم؟ عشرين سانية تمام؟ ده يدخنه بقى في حالة اللي تشينج افرد دلوقتي ان روت سويتش ذات نفسه هو الوقع هنصل للكوندورجنز بعد قد ايه؟ بعد خمسين سانية ليه؟ اول حاجة هنصبر عشرين سانية بالغاية من اللكت ننتخب روت سويتش دي وبعد كده هنقعد ثلاثين سانية على ما الانترفيس اسبعه تبدأ ان هي تحدد حالتها من البرورد من البلوكينج 15 لسنج 15 لرنج يبقى لو روت سويتش ذات نفسه هو الوقع قلنا تاني هنصل لكوندورجنز بعد خمسين سانية لكن لو اي لرنج تانيه حصل هنصل لكوندورجنز بعد قد ايه؟ ثلاثين سانية بس واضحة كده؟ ايه السبب في جزء ده؟ ثلاثين